هاي الحلقة راح تكون مرجع وكورس ودورة مصغرة لك لحتى تبدأ صناعة المحتوى على اليوتيوب فيها كل خطوات اللي بتلزمك كشخص مبتدئ وبدو يفتح قناته وينزل محتوى يلا نتابع الحلقة صناعة المحتوى على اليوتيوب هي من أقوى الصناعات اللي ممكن تبدأ فيها في العالم الرقمي المستقبل لصناعة المحتوى واليوتيوب يقدر الأشخاص جدا يلي بقدموا محتوى وبشكل مستمر وبجودة عالية لهيك لازم تتعلم هاي الخطوات لتبدأ محتوى على اليوتيوب مرحبا يسعد وقتكم المحمود الجبني مورا الكاميرا زوجتي راما طحان رح صناعة أفلام عم نحاول يفيدكن بهذه المعلومات قصيرة وستريعة بعالم صناعة الأفلام وعالم صوت وصورة وأسرار صناعة المحتوى هاي الحلقات اللي عبتيجي ضمن زل سلسل سينماتيك ولا تم إنتاجها من قبل الفريق وميرا أصدقائي إذا عبتعجبكم هاي الحلقات لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعلوا زر الجرس وتتركوا لايك وتعليق حتى نعرف إنه عبتصلكم الفائدة واليوم هذا الكورس المصغر والدورة الصغيرة يلي بتشرح لكم بكامل الحلقة كيف تبدأوا على اليوتيوب مينان ألف ليا رح تضمن هاي الحلقة كل الخطوات كشخص مبتدئ كيف تبدأ محتوىك وبالنهاية في لكم هدية مخصصة لكم لكل شخص عبيشوف هاي الحلقة رح تكون هدية مهمة وفيها فائدة كبيرة لكم شوفوا كامل الحلقة لحتى تحصلوا على هديتكم لحتى تصنع محتوى على اليوتيوب لازم يمر بأدة مراحل هذا المحتوى لحتى يشوف النور لحتى يصل لجمهورك المراحل الأساسية اللي بيمر فيها المحتوى المرحلة الأولى هي اختيارك للمحتوى وإيضا شكل هذا المحتوى كيف بده يكون؟ شو النتيجة اللي بده يصلها؟ بعدين عندك المرحلة الثانية يلي هي مرحلة التصوير والمونتاج لهذا المحتوى يعني الأمور التقنية والفنية يلي بيمر فيها بينما المرحلة الثالثة يلي بيمر فيها المحتوى ويلي تعتبر من أهم المراحل يلي لازم يمر فيها بشكل متقن وبشكل احترافي مرحلة النشر مرحلة بناء الجمهور وتحقيق الدخل من المشاهدات ومن هذا المحتوى خلونا نبدأ بالمرحلة الأولى يلي هي اختيار المحتوى أول شي بدك تقرر شو هو شكل المحتوى هل انت متجه للفيديوهات الطويلة أم للفيديوهات القصيرة أم لدمج هذول الفيديوهات لأن كل طريقة من هذا النوع من الفيديوهات يحتاج إلى كتابة محتوى محدد فيديوهات قصيرة هي بتتكون من سكريبت قصير بينما الفيديوهات الطويلة بتحتاج لمحاور وبتحتاج لإعداد وبتحتاج لتجهيز لحتى هذا المحتوى يشوف النور إذا بدك تدمج المحتوى ينسوا فأنت محتاج لتكتب نص لكل محتوى وليكل شكل من هاي الأشكال بعدها بدك توجد فكرة المحتوى شو المحتوى اللي بدك تقدمه هل أنت رح تقدم محتوى رياضي هل بدك تقدم محتوى ترفيهي هل بدك تقدم محتوى كوميدي هذا الشي بيعتمد عليك وبيعتمد على المهارات والمعلومات اللي عندك إياها ولي بدك تقدمها لجمهورك وفي مرحلة مهمة جدا بدك توازن بين الأفكار الرائجة وأيضا بين الأشياء اللي أنت بتعرف تسويها وبتعرف تقدمها للناس بشكل أفضل وقادر على تقديمها للناس بأفضل صورة ممكنة بدك تقاطع هذول الأشياء لحتى توصل لخلطة جميلة بين أفكار الرائجة وبين الأشياء اللي أنت قادر تعملها دوماً دور بأعماقك عن شغفك فكر شو أنت بتحب ونفس الوقت شو قادر أنت تعمل من هاي الأشياء اللي بتحبها في ناس بتحب كورة القدم لكن ما نها قادرة تلعب كورة القدم ونفس الوقت في ناس مثلاً بتحب الطبخ وبتعرف تطبخ فممكن تعمل محتوى طبخ ونفس الوقت بدك تفكر هذا الشي اللي أنا بحب أعمله يلي قادر على تقديمه للناس شو ممكن تحب الناس منه شو الجانب يلي قادر على التأثير بالناس دوماً اشتغل على عاطفة الناس وعلى حاجتهم الناس شو محتاجة منك وشو أنت قادر على تقديمه للناس عالج هاي الفكرة عطيه وقت لحتى تطور أكثر دوماً الأفكار يلي بتلمع أول مرة بتحتاج لوقت لحتى تنضج أكثر بعدها مرحلة كتابة محتوات ولساتنا نحن في المرحلة الأولى يلي هي إعداد المحتوى بعدما كتبت الفكرة أو جتة بدك تكتب سكريب أو نص للحلقة أو للفيديو يلي بدك تقوله ويلي بدك تقدمه للناس طبعاً في حال كان محتوىك تعليمي أو بيقدم معلومي أما إذا كان محتوىك فيلوغ مثلاً أو سفر أو هو مو بهدف تقديم معلومي للناس فأنت ممكن تعمل محاور وتترك عنصر المفاجأة موجود بالفيديو لأنه أنت ما بتعرف شو ممكن يواجهك بسفرتك لمكان ما أو بتصويرك فيلوغ لشيء ما وبعدها جينا على القسم الثاني أو المرحلة الثانية هي الأمور الفنية بداية أنت تصويرك خارجي فأنت محتاج معدات معينة للتصوير الخارجي ممكن تكون كاميرا مع ستاند مع مايك أو تستخدم ستاند الموبايل مع مايك للموبايل إذا كان تصويرك داخلي فأنت محتاج أشياء إضافية محتاج الإضاءات محتاج لتعدل الستيديو ومحتاج كاميرا أو جوال وستاند بالإضافة لمايك محتاج أيضا بعد البيئة اللي أنت بدك تقدم فيها محتوات بما يتناسب مع محتوات محتوات طبي ممكن تكون الخلفية الخاصة فيك تدل على أنت عبتقدم شي صحي البيئة اللي عبتقدم فيها المحتوى لازم تعبر عنك جينا على مرحلة التصوير يا أصدقائي هل أنت بدك تتجه إلى الكاميرا أم بدك تتجه إلى الجوال طبعا فيك تصور في الكاميرا هذا شي أكثر احترافية بيقدم لك أشياء أكثر لكن أيضا ميزانيتك لازم تكون مرتفعة بإضافة أنت محتاج لكاميرات خاصة للسوشال ميديا كاميرات السينمائية والتلفزيونية أنت محتاج مصور لحتى يصور المحتوى تبعك ففي البداية ممكن تعتمد على جوالك محتاج استاند محتاج مايك تحط موبايلك وتصور وملاحظة مهمة حول هذا الموضوع إذا أنت عبتصور لفيديوهات الشورت فصور بالشكل الطولي وإذا عمتصور لفيديوهات طويلة فلزم تصور بالشكل العرضي مرحلة المونتاج يا أصدقائي وهي بتساعدك على أظهار محتوىك بأفضل صورة ممكنة عندك خيارات كثيرة لحتى تشتغل المونتاج على الكمبيوتر ممكن تستخدم برنامج Adobe Premiere أو تستخدم برنامج CapCut وعلى الجوال أيضا ممكن تستخدم عدة تطبيقات للجوال الخاصة للمونتاج تطبيق اليوتيوب المخصص للمونتاج أو تطبيق CapCut أو تطبيق VN أو تطبيق Cay Master عدة تطبيقات بتقوم بنفس الآلية وتطبيق CapCut سهل العمل عليه جدا رابط التحميل في الوصف راح تشوفوه مجرد ما فتحت التطبيق بتضغط على زر الزائد وتجيب الفيديو يلي انت صورته ويلي بدك تقدم فيه محتوى وبعد ما جبنا الفيديو بيطلع عنا بهذا الشكل عن طريق برامج المونتاج فينا نضيف الإفكتات والنصوص فينا نقطع بكل سهولة وبكل احترافية كل شي راح نعمله نحن راح نضغط على الفيديو يلي أضفناه راح يطلع عندي عدة خيارات في الأسفل أداة التقسيم هي اللي بتقطع لنا الفيديو يعني عنا مثلا هون لنا خطأ فمنضغط على زر التقسيم منشوف انه قطع لي الفيديو صار عندي قسمين للفيديو مثلا الخطأ انتهى هون فبضغط أيضا على زر التقسيم ومنشوف صار عندي ثلاث أقسام وهذا هو الخطأ يلي صار عندي فمنجرد ما ضغطت على حذف فرح يروح عندي الفيديو أيضا ممكن نضيف إفكتات بين الفيديو والآخر إذا ضغطت على الزر الأبيض اللي موجود هون منشوف طالع لي عدة انتقالات ممكن استخدمها أيضا بين الفيديو والآخر ومنشوف صارت عندي بهذا الشكل أيضا في أشياء ممكن أعملها إذا ضغطت على الفيديو نفسه واتجهت إلى الأسفل إلى زر قطع وأيضا إزالة الخلفية ومنشوف أيضا زلي الخلفية أيضا عندي خيارات تانية هو إضافات النص وأيضا فيني ضيف الأصوات وفيني أيضا ضيف مؤثرات وأيضا عدل بالألوان من خلال الفلاتر إذا ضغطنا عليها رح يعطيني عدة خيارات مثل ما منشوف فينا نغير الألوان بحسب الحاجة أنا ومنشوف إنه كيف تعدل عندي وفيني أيضا حطه على كامل الفيديو بدي خرج الفيديو فبضغط على زر السهم وبحدد الجودة وبقول له حفظ الجهاز ورح يحفظ ليها بدون علامة مائية إذا ما استخدمت فلاتر مدفوعة وعن القسم الثالث يا أصدقائي واحد من أهم الأقسام يلي بدنا نحكي عنها المرحلة الثالثة يلي هي طريقة النشر وأيضا فهم خوارزميات اليوتيوب طيب شو يعني خوارزميات اليوتيوب وكيف أنا بقدر بلتزم بخوارزميات اليوتيوب خوارزمية بشكل بسيط إنه أنت نشرت فيديو لنفرض على الرياضة أكيد الخوارزمية بتحلل هذا الفيديو بترو بتوجهه لناس مهتمين بالرياضة ويلي محتمل إنه يتفرجوا على هذا الفيديو ويفتحوا إذا فتحوا وتفاعلوا معه رح ينتشر لدوائر أوسع ورح يصل لناس أكبر فبالتالي أنت لازم تشتغل تفهم الروبوت يلي عبي يشتغل في يوتيوب إنه هذا الفيديو ودي لناس مهتمة بهذا النمط من المحتوى طبعا في حال أنت تركت الفيديو دون أي شيء رح يصير عشوائي وممكن ما ينتشر ويحقق مشاهدات ضئيلة جدا طيب شو أهم عناصر الخوارزمية تختار عنوان بيعبر عن الفيديو ومن خلال العنوان افهم موضوع الفيديو أيضا العنوان اللي بدك تحطه على الصورة المصغرة افهم أيضا موضوع الفيديو تبعه بإضافة استخدم وصف وكلمات مفتاحية رائجة وأيضا تعبر عن الموضوع بعدها بنشر هذا الفيديو على اليوتيوب وطبعا إذا كان الفيديو عرضي فبنشره كفيديو رسمي على اليوتيوب وفي حال كان فيديو شورت فبنشره على الشورت والطريقة كالتالي وطبعا أصدقائي فتحت تطبيق اليوتيوب الموجود على جوالك في عنا تحت زر الزائد مجرد ما دغطت على زر الزائد رح يطلع لك عدة خيارات موجودة عندك الخيار الأول كريت أشورت يعني تنشر شورت تضغط عليه وبتضيف الفيديو يلي موجود عندك على الموبايل خيار الثاني هو أبلود أفيديو يعني فيديو طويل ويلي إنه بشكل عرضي ويلي بيكون فوق الدقيقة الفيديوهات الشورت هي بتكون تحت الدقيقة وعندك الخيار الثالث هي جو لايف يعني أنت تعمل بث مباشر بإضافة للخيار الرابع هو تنشر بوست في المنتدى عندك طبعا أهم سؤال بنسئل أنا كيف بحقق أرباح على اليوتيوب عندك عدة خيارات تحت تتحقق أرباح من اليوتيوب وأهم أرباح ممكن أنت تتحققها هي من خلال ظهور الإعلانات على الفيديوهات الطويلة لحتى تحقق الربح وتفوت لشركاء يوتيوب لازم تحقق إحدى هاي الشروط إما ألف مشترك وأربعة آلاف ساعة مشاهدة بآخر سنة إلك على اليوتيوب أو الخيار الثاني عشر ملايين مشاهدة بآخر تتشهر لفيديوهات شورتس بالإضافة لألف مشترك بعدها بتفوت لشركاء يوتيوب وتبلش تطلع الإعلانات على فيديوهاتك الطويلة وبالتالي تكسب منها طبعا هلأ عبتطلع إعلانات على الفيديوهات الطويلة عندك لكن عبتروح أرباحها كلها لليوتيوب وانت ما عبتاخد أي قسم منها اشتغل على اليوتيوب أرباحه كتير ممتازة ممكن تتحقق نجاح وشهرة ونمو وهلأ صار وقت الهدية اللي بدي أقدم الكون إياها إذا لقيت الموضوع جدا صعب عليك والخطوات بتحتاج لتركيز أكثر محتاج أنت لمستشار يساعدك خطوة بخطوة وبشكل فردي ويجاوب على سئلتك ويعلمك كيف تعمل هاي الأشياء وكيف تحقق الأرباح وكيف تمنتج وكيف تصور كيف تنشر بالطريقة الصحيحة كيف تعد محتوات فأنا رح ساعدك خطوة بخطوة مو بس أنا أنا وفريقي رح نكون معك خطوة بخطوة بينما إذا أنت اكتفيت بهذه الحلقة وبهذا الكورس المصغر فأكيد نتمنى لك كل التوفيق وقناتنا موجودة لك دوما الهدية اللي بدي أعطيك إياها هي كود خصم كبير على تدريب متقدم بصناعة المحتوى على اليوتيوب والسوشال ميديا من الفكرة لن نشر ومنتابع معك خطوة بخطوة كود الخصم هو يوتيوبر طيب كيف تستفيد من هذا الكود وكيف تستفيد من هذا التدريب لتحقق حلمك على اليوتيوب والسوشال ميديا أول شي بتفتح جوجل وبتكتب كوميرا أكاديمي مثل مظاهرة عندكم هون أيضا الروابط موجودة بالوصف في اكتصالها بسهولة وبعدها بتفتح كوميرا أكاديمي الخياري اللي ظهر لك أول شيء بجوجل وهي هي الصفحة مثل ما بتشوفوا المنصر الرقمية يلي رح تساعدك على تحقيق حلمك على اليوتيوب والسوشال ميديا بعدها بتنزل للأسفل تضغط على انتقل إلى جميع الدورات أو من هون تضغط على دوراتنا بعدها رح تفتح لك كل الكورسات والتدريبات اللي موجودة بشكل احترافي التدريب المخصص لليوتيوب والسوشال ميديا اسمه صناعة المحتوى من الفكرة إلى النشر حقق ربحا ونموان سريعا وهلأ عليه عرض مخفض بالإضافة بدي أعطيك كوت خصم خاص فيك إذا ضغط عليه بكل بساطة رح تفتح لك صفحة التدريب فيك تطلع على كل الدروس الموجودة منشوف كمية الدروس هائلة موجودة بتساعدك على تحقيق حلمك على السوشال ميديا بكل محور من المحاور متعمقين بشكل كبير جدا بالثلاث مراحل إعداد المحتوى والتصوير والمونتاج بالإضافة للخوارزميات ومن نشر منشوف فقط الخوارزميات إذا فتحنا منشوف كتير دروس عن الخوارزميات بشكل معمق على الجوال وعلى الكمبيوتر أيضا نشرح الكاميرا كيف نصور فيها وكيف نصور بالجوال وكيف نمنتج بالكمبيوتر وكيف نمنتج بالجوال بشكل احترافي جدا إذا قررت الانضمام بالسعر المخفض حاليا بالإضافة لك وتخصم حصري إليك تضغط على الشراء الآن بعدها رح ينتقلك إلى صفحة الشراء رح تعبي اسمك بالإضافة أنت من أي دولة بإضافة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني واسم المستخدم لحتى تستخدمه على المنصة بالإضافة إلى كلمة مرور خاصة فيك بعدها حد الطريقة للدفع إذا عندك بطاقة بنكية حطها هنا وأيضا اضغط على تأكيد الطلب وإذا ما عندك بطاقة بنكية فيك تدفع عن طريق البيبال أو إذا ما عندك أي وسيلة الدفع من هذه الوسائل بدك تحول بطريقة مختلفة فممكن تضغط على زر الواتس أب ورح ينتقلك للدعم التقني ليساعدوك لتتم طلبك طيب كيف تستخدم الكود يلي أنا عطيتك يا كهدية تضغط في أعلى صفحة الدفع انقر هنا لإدخال الرمز الخاص فيك إذا ضغطت عليه بتحط كود الخصم بتقول له استخدام الكود ورح أعطيك خصم إضافي على هذا التدريب لحتى تحقق حلمك على اليوتيوب والسوشال ميديا طيب أنت أيضا بدك محتوى مجاني من المنصة تضغط هون وبعدها بتروح على المدونة حقيلك مقالات مجانية رائعة لحتى تتعلم أشياء إضافية وأيضا تحصل على تطبيقات بشكل مجاني فعلا صناعة المحتوى على اليوتيوب والسوشال ميديا بتستحق أنه تحط فيها استثمارك إذا أعجبكم هذا الكورس المصغر والدورة المصغرة لصناعة المحتوى على اليوتيوب لا تنسوا تركوا لايك وتعليق وأيضا إذا كنتم جدد تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لأنه في كتير معلومات رهيبة بانتظاركم أنا محمود الجابني وراء الكاميرا زوجتي رمطحان رح صناعة أفلام عم نحاول فيتكون بين معلومات قصيرة والسريعة في عالم صناعة أفلام عالم صوت وصورة وأسرار صناعة المحتوى حب نحييكم أولكن سلامات ترجمة نانسي قنقر